موسيقى خير من الجديد وصباح الفنون المميزة الجميلة الموجودة بالبلد اليوم بدي أقول صباح الخير للفن المميز يلي بينسج لإلنا نصوص إبداعية ولوحات مثيرة تصف العديد من المشاهد بكل ما فيها من قيم إنسانية وحضارية اليوم نحكي عن فن الفيلوغرافيا لحتى نعرف أكثر عن هذا الفن رح يكون معنا الفناني التشكيلي فهد طويل أهلا وسهلا فيك أهلا فيك صباح الخير معنا الفناني اللي حقق إبداع متجدد وحضور فاعل دائم بالمعارض أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيكم وبتنالكم التوفير والتقلق للقناة ولحضرتكم أهلا وسهلا فيك بسهد صباح بداية الفن الفيلوغرافيا اللي كنا عم نحكي عنه قبل الهوى أنه هو فن قديم ولكن ما كتير كان فيه فنانين بيشتغلوا بهذا الفن خلينا نحكي عن بدايتك مع هذا الفن كيف تعرفت عليه وكيف بدأت هو هذا الفن من مئات السنين بلش بالسجون بهذه الفترة زمنية يعني كانوا يعلموه للمساجين لأنه شافوا أنه هالنوع من الفن جابونه بسامير وخيطان وخشب صاروا يدقوا بسامير طلع بيخفف كتير كتير من التوتر وبيزيل الألاء فلما يعطوا للمساجين يضمنوا أنه هيدور ما رح يشاغبوا ما رح يعملوا لأنه كتير كتير بيخفف من الألاء بعدها عملوا دراسة طالعي طلع فعلا بيخفف ألاء وبيخفف توتر وهذه الشغلة أنا شعرت فيها أنا وعما أشتغل بها الفن هذا شو بيتضمن؟ بيتضمن يعني أصدق شو بيتضمن هذا الفن شو أدواته؟ أدواته هي عبارة عن خشب معين اسمه أيم دائف بغلفه بقماش بعدها اللوحة اللي بدي أعمله هاته بكون مرسومة على ورقة حتى بمقاييس معينة على الخشبه وبدأ لبسامير بأماكنة بشيل الورقة بمزق الورقة وبلش بحيات الخيطان فهي عما تتشكل الورقة عرفنا اللوحة بتلاقي شي متعة يعني وشغف لا لا أنه أنت مخيوط مستقيمة عما يتشكل معك لوحة بورتري أو منظر طبيعي أو شي تاريخي أو عربة خيل أو أطفال يعني كتير كتير بتلاقي شي حلو في صعوبة بالتعامل مع الخيط يعني هم تشوف بعض الرسومات هي رسومات جميلة مبينة كأنها مرسومة زينة بريشة يعني عن بعيد هيدا الموضوع فيه تعامل فيه تعامل كتير كتير صعب مع المسامير لأنه أي خلاف بمسافة المسامير محتمل تغير بملامح اللوحة بس يخلص دق البسامير وقت المتعة بحياقة الخيط أنت وعما تحيكي وخيط وعما تشغل كل لوحة قدامك يعني بتشعري بزهوه بطلع شي حلو يمكن هي المرحلة الأصعب أي مرحلة دق المسامير دق المسامير لأنه مدشرة جدا أحيانا أنا بكون عما أشتغل لوحة بدوز من دق المسامير بدأ نصها بمزق الورقة وبحيك الخيطان وبعدها بكفي مش همامل منه بعدها بكفي دق المسامير كيف يتم التعامل بالألوان؟ يعني ألوان الخيطان نحنا بنلعب فيهن؟ هي الخيطان هي الفن بألوان الخيطان أنه يتشكل معك في محلات بدي يكون خدر في محلات في أسافر في نوعية محددة للخيطان؟ القطنية القطنية حسرا القطنية حسرا لأنه الباقي أكريلي وهذا ما بيشتغل معي يمكن بيحافظ أكتر على؟ القطنية بيحافظ على النون وبيحافظ على المدة يعني بيعيش كتير أكتر من هدوك ما بيتأثر هذا بالعوامل الجوية مثل الأكريليك ومثل البايا وقدت أخد مدة زمنية أستاذ؟ يعني حسب اللوحة اليوم حسب التفاصيل والشغل؟ يعني فيه لوحات أخذت معي شهر شهر خمسة وعشرين يوم عشرين يوم الصغيرة ما فيه واحدة أخذت أقل من خمس تيان الصغار كتير بيأخذوا ثلاثة أيام أربعة أيام أكيد متابعين ما حضرت أكتقائنا ولكن هلأ رح نروح لتقرير عن فن الفيلوغرافيا مع زميلتنا على محمد من تابع سوى وراجعين فن تشكيلي نادر يبدو فيه الفنان فهد طويل برسم اللوحات مستخدما مسامير حديدية دقت على ألواح الخشب ليخرج لأوحات فنية تبرز فيها رسومات ذات دقة إبداعية مميزة ضمن معرضه بمقهى ورق عتيق باللازقية نحاول نضوي على المواهب المغمورة إجمالا سواء شابي أو لا محل ما نشوف شي حلو نحاول نضوي عليه ومعرض الأستاذ فهد واحد من هدول القصص أنا قالي خمس شهور عم حاول نعوه أنه يجي يعمل المعرض لأنه دقى البسامير على الخشب وعمل منه اللوحات هذا فن ما موجود بسوريا طبعا بالنسبة لي أول مرة بحياتي بشوف هك فن مبارح كنا عم نعد عدد البسامير الموجود باللوحات فكان عدد هائل جدا كنت عم راقب الأتقان ومنه ما في بسمار زايح عم بسمار فن كتير حلو فن حلو كتير وإبداع راقي جدا جدا وإله كل شغله إلى كل لوحة إلى قصة إلى شغلاته أولا شغل متعب صحي متعب وصحي بس كله بالنهاية عم يتجسد هلا إذا بلوحة وقت بيعملها للوحة وبأنجزها بتلاقيه هو يعني بيتمتع فيها فن الفيلوغرافيا كما يطلق عليه يحتاج إلى دقة في إنجازه لم تره الكثير من العيون من قبل فهو أحد الفنون النادرة والصعبة بعد ما شفنا هذا التقرير عن معرض حضرتك أستاذ فهد يعني خلينا نحكي عن الحضور كيف كانت آراءهم شفنا مجموعة من الآراء اللي هي يمكن أول مرة بتشوف هيك نوع من الفن ومعجبة كتير فيه وبالدقة اللي بيشتغل فيها خلينا نحكي عن الأقبال على المعرض وكيف كانت الأجواء أولا بدي تشكر كتير كتير الأخذ لنا ظاهر لأنه فعلا يعني إلى خمس ستة شهر وهي بتحاول وأنا هذا يأخده هواية لنفسي لما بيشتغل اللوحة عما أشتغلها لنفسي بس تخلص اللوحة مثل ما قالت زوجتي بقعد ساعة ساعتين إذا فيها أخطاء إذا فيها شي بحس بمتعه بالنسبة للناس كان فيه انبهار كتير وفيه يعني موفقية يعني تفاجئوا كتير كتير إنه الطريقة هايدي إنه بسامير وخيطان عما ينجز بورترية عما ينجز متل ما تشفتي في مواضيع تاريخية في مواضيع أنا باعتمد كتير كمان عالطفولة لأنه هي بتعطي بتعطي شي هدف للوحة مثلا مثل ما انت باتي طفل عما يكنس شارع هايدي بتعطيه ثقافة الثاني الطفل عما يزرع الثالث عما يساق يزرع وبالنسبة للأمور الثانية فنية في عندك شفتي لوحة شيلو وفي لوحة ثانية كمان مايكل جوكسون يعني كل لوحة أنا عندي الهدف معين ما بيشتغل لوحة يعني مألة مغزينة بس لأشتغل لوحة والله متيت بسامير وخيطان بدي يكون في مغزة للوحة تعيتي لأنه بلدنا عبر التاريخ يعني هي بلد الفن وبلد التراس وبلد الحضارات يعني حرام هيك شي كمان مايبرز يشوفوا هالجيل الجديد اللي طالع سبب عدم انتشار هذا الفن استاذ فهد يعني ليش؟ هو موجود هو صعب هو صعب كتير وهو موجود يعني لا إذا بتشوفه موجود بس ما بطريقتي هنا بيستعمل طريقة الأقواص وخطوط مستخيمة بيعطوا منها طريقة أخرى أنا هو طريقة هذه من مستخيمات بتطلع أقواص بتعمل أنا عملت منحنايات عدد بسامير طلع مننا أقواص المستخيم بيطلع وهذا بس المنحنايات بتعطيني شكل أنا حبيت أعرضهم عند ورعتي لأنه مقهى ثقافي ما أنه مقهى عام أرقيل يعني ما يشرب أرقيله أو أما يلعب شده طبعا طبعا تم عرضهم بالمكان المناسب لأيه طبعا تماما إجي حفروا التنزيل مثل ما بيقولوا بالعامية للوحاتي أنا بوجه للشكر كتير للستلينة ظاهروا لورعتي لأنه استضافتني كمان حلو حلو يعني من أجواء المعرض والاختيار القصص للوحاتك كل فترة كل قدية ممكن تعمل لوحة وبناء على شو بتختار قصة اللوحة هلا مشان ما يكون في التباس بالموضوع أنا ماني شاطر بالرسم بشوف لوحة هي بورتري هي منظر طبيعي مرة عملت أصل روماني بيتمعن فيها بفكر فيها كتير بتصير معي بعملها على خطوط محل ما بدي البسامير يعني بتحاول تطبق هاي اللوحة بهذا الفن الفن إنه هاي دي بتصير معي بسامير وخيطان ولا لا بس أنا لأرسم ما بدي الناس يقولوا هذا ما مصفوط لأنه هذا قالنا رسام أنا ماني رسام هو بيتم تطبيق هذا الفن على بعض اللوحات فني فيلوغرافية بس رسم لا بس بحدد إنه هاللوحة هاي دي هالصورة هالبورتري هالمنظر الطبيعي هالعملت كتير أحسينة وهذا إنه بتصير معي ولا لا أصعب تشكيل اشتغلته يمكن بين أشياء الطبيعية واللوحات اللي بتشتغلها أصعب تشكيل شو هو البورتري أو أشياء والله أصعب تشكيل عيون البورتري لأنه بمسافة صغيرة جدا بدك تحطي شي عشر اتناعش بسمار بالطرب بعد البسمار عن البسمار بنفك براغي لقدر مرأ الخيط فالتجاهد إنه عمر بورتري بس مع عيونه مغمضة وإذا بتلاحسي فيه لوحات كتيرة مثلا مثل هذه لوحات خطف العناد عيونه مغمضة كمان بتعدي شكل حلو بس البورتري بوء بوء العين صعب على يتيك حتى في نألك نمستحيل الصيد لأنه صغير وبيحتاج بس أنا مريد كثيرة ممكن يتعلم هذا الفن لحدة تاني يريد يريد خطر بالك تعمل كورسات دورات تعلم الأشخاص يلي ربما بيحبوا هيك فنون والله يريد حبتك جاهز أنا جاهز للي بده مجانا لأنه أنا ما هم اشتغل هالفن تجاريا صح إنما هي هواية أنا وقت اللي طلعت تقاعد واصبت بمرضه عدني بالبيت سنة هالسنة هذي رجعتني لحتى أرجع أشتغل وهلأ اللوحات برات البيت فيني قلك إنه عما دمع بس ادخل على البيت يعني أنا بنتي تزوجت من 3-4 شهور وتركت للبيت والله العظيم لما طلعوا لوحاتي من البيت مثل طلعت بنتي من البيت حلو حلو لأنه صاروا من تكويني الفيزيولوجي بتقولي أكيد بننتمنى لك كل التوفيق بقادم الأيام شكرا لإلك ولوجودك معنا وأكيد ألف مبروك هذا المعرض إن شاء الله مشوفك بمعارض جديدة الفنان فهد طويل نورت صباحنا لهذا اليوم شكرا لكم وأنا بدوري بتشكركم وبتشكر القناة وبتمنى التألغ الدائم وعبركم بقدم شكر لوراعتي لأتنو أتاحت للفرصة لإظهر الفن للحضو أهلا وسهلا فيك شكرا كتير لحضرتك أهلا وسهلا فيك أهلا فيكم أهلا فيكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة